السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحببت أن أشارك في سلسلة عائدون بتجربة خاصة وهي بعيدة قليلاً يعني عن التجارب السابقة بما أنني من جيل نهاية الثمانينات أنا يعني أريد أن أشارك كأم وكتائبة من مشاهدة الأفلام الأمريكية المستثلات الأمريكية وسبحان الله يعني عندما كنت أسمع تجارب الأشخاص الآخرين قلت لما لا أشارك تجربتي ولعلها يعني لعل الله سبحانه وتعالى يجعلها سبباً لتوبة أحد إحدى الأمهات خصوصاً يعني أنا أريد أن أوجه كلمتي للأمهات خصوصاً بما أن أنا أحس بأن رسالتنا في هذه الحياة أكبر بكثير مما نظن يعني مما نعتقد وهنا أوجه شكري الخالص وأخ مصطفى جزاه الله عننا كل خير على هذه السلسلة ونفع الله بها المسلمين والمسلمات في كل مكان كما قلت سأتحدث عن تجربتي مع الأفلام الأمريكية والمستثلات وأظن أن الأمر واحد يعني تعددت المسميات والشر واحد الأمريكية والكورية واليابانية والكايبوب وكل هذه الأشياء يعني تبث سموم واحدة في البداية أريد أن أعرف على نفسي أنا تربيت ونشأت في أسرة محافظة نسبياً كبنت كبرى في الأسرة كانت متعة الوحيدة هي التلفاز بما أنني لا أخرج وحدي نهائياً إلا للمدرسة يعني والدي كان محافظ يعني ليس هناك خروج بدون أب أو أم وهنا أريد أن أنوه له نقطة مهمة يعني هذه النقطة الأولى أحياناً حب الوالدين لأطفالهم وإشفاقهم عليهم يعني يوجهونه بطريقة خاطئة لأن السبب في تركي أشاهد ما أريد تقريباً يعني بين قوسين لأن أمام والدي طبعاً لم أكن أشاهد الأفلام الأمريكية ولكن هم كانوا يغضون الطرف يعني يعرفون أنني أتفرج ولكن يعني بإشفاقهم علي لأنني لا أخرج وليس عندي مثلاً حرية وهكذا فيتركونني الحرية في البيت لأشاهد ما أريد هنا نقطة مهمة جداً يعني يسقط فيها أغلب الوالدين وهي هذه يعني إشفاق على الطفل بما أنني أم الآن يعني أتحدث بما أنني أم الإشفاق على الطفل الحقيقي هو حفظ فطرته السليمة وإعانة الجانب الطيب الذي زرعه الله فيه يعني لينمو وإعانة هذا الجانب الطيب يعني ليكون أكبر فمثلاً تعويض طفلة بلغت سابعة من عمرها على الحجاب والله له أفضل مليون مرة من الانتظار حتى تبلغ لأن سبحان الله حفظ الفطرة التي خلقنا الله عليها أيسر بكثير وأسهل من إفسادها ومحاولة إصلاحها لاحقاً وهذا ما يغفل عنه الكثير من الأباء والأمهات الآن سأدخل بعض النقاط التي ما زلت أتذكرها من تلك الأيام وأظن أنها هي نفسها لم تتغير يعني السموم التي يحاولون بثها من خلال المستسلات والأفلام الأجنبية هي نفسها ربما زادت فضاعة قليلاً ولكن هي هي أول نقطة هي ربط الجنس بكل شيء في المستسلات والأفلام يعني تكاد لا يخلو مسلسل أو فيلم من لقطات جنسية ومن رسائل جنسية ومن إظهار بأن المصاحبة أو العلاقات الغير الشرعية هي الرومانسية وهي 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 يعني هذه الأشياء بصراحة يعني تؤثر كثيراً في المراهقين خصوصاً ثانياً من الأشياء التي سبحان الله كنت ألاحظها هي أن التسويق لأن العلاقات الشادة هي العلاقات الناجحة والعلاقات السوية هي العلاقات الفاشلة وهذه يعني منذ يعني أذكر منذ أكثر من عشر سنوات كنت ألاحظ هذه الرسائل في الأفلام المستسلات الأمريكية هذا يعني ضد الفطرة وحتى وأنا ضالة يعني كنت أشمئز من هذه الأفكار ثالث نقطة وهي كذلك يعني نقطة فضيعة والحمد لله يعني نحن كمسلمين ونحن كمجتمعات شرقية نرفض تماماً يعني هذه الأشياء ولكن مع التكرار فربما الشخص يعني سبحان الله يتغير تفكيره وهي التهوين من خيانة المرأة للرجل وبالمقابل تهويل خيانة الرجل للمرأة يعني والله العظيم أتذكر كنت أشاهد يعني مقاطع وحلقات مثلاً إذا خان الرجل المرأة المرأة يعني تكون قوية وتطرده يعني تفعل كل أشياء التي تدل على قوتها وليس على انكسارها وبالمقابل يعني الرجل العكس عندما يكتشف خيانة زوجته أو صديقته أو لا أعرف يعني هي أصلاً كلها أغلب أغلب مستسلات يعني تروج العلاقات الحرام فعندما يكتشف الخيانة ينكسر ويبكي ويحزن فأقول سبحان الله يعني هذا مخالف للفترة يعني وأنا يعني على تلك الحال ولم أكن يعني أستسيغ مثل هذه الأشياء رابعاً وهي النقطة الأخطر في جميع هذه النقاط وسبحان الله يعني هي من النقاط التي لم أنتبه لها حتى من الله علي بالتوبة وهي أن الإنسان الذي يشاهد الأفلام والمستسلات ويعرف أسماء الممثلين ويتابع أخبارهم يرتبط قلبه بهؤلاء الممثلين والممثلات بطريقة غير إرادية خصوصاً إذا تابع أخبارهم ورأى أنهم يعني يتبرعون ويهتمون بالأمور الإنسانية وهكذا ففعلاً يعني بعد وقت قصير تبدأ تشكك في مصيرهم وتتساءل يعني لما مثل هؤلاء الأشخاص الجميلين الكيوت الذين يفعلون الخير ويتبرعون يعني بأموالهم لماذا هؤلاء سيدخلون النار؟ يعني هذا أول سؤال يخطر على البال فتؤمن فتجد نفسك يعني تؤمن بالدين الجديد الذي يسوق له العالم الآن يعني ليس الغرب فقط بل حتى الدول التي تسمى عربية تسوق لهذا الدين دين الإنسانية والبث الأفكار نسوية وربما حتى تقبل الشدود وهذه الأشياء يعني كل هذه الأشياء تدمر عقيدة الإنسان المسلم من حيث لا يدري أنا الحمد لله من الله علي بالتوبة منذ عشر سنوات يعني أستطيع أن أقول أني طلقت الهاتف التلفاز يعني نهائياً حتى أنني كنت الحمد لله وبفضل من الله إذا تعطل يعني لا أهتم نهائياً حتى لو بقي سنين معلقاً على الحائط لا أهتم يعني كأنه لا يوجد ومن قبل هذا كنت أقول يعني أريد البديل وماذا سأفعل في أوقات الفراغ ولكن والله العظيم يعني هذه كذبة أريد البديل ما هي إلا كذبة يزينها الشيطان ويعظمها في نفوس الأشخاص الذين يريدون التوبة ويعني أعطي مثال بسيط يعني عندما تفكر يعني تكون نيتك صادقة وتسجد لله سبحانه وتعالى وتدعوه بأن ينجيك من هذه الأشياء فالبديل هو الطمأنينة وطاعة الله والإحساس يعني بحب الله لك لأنه امتشلك من هذه المستنقعات يعني والله العظيم هي مستنقعات ومن الأشياء التي ساعدتني حقيقة على الكف عن مشاهدة هذه المحرمات وهنا يعني أريد أن أوجه رسالة خاصة للأمهات بالخصوص أنني عندما فكرت في عدم مشاهدة هذه الأشياء نهائيا هي كانت نقطة تحول وهي قصة أحب أن أشاركها معكم لعلها تكون سبب في توبة إحدى الأمهات أنا كنت يعني في بداية المستثلات التركية أتذكر كنت أشاهد مسلسل تركي ويعني المستثلات لا تخلو من تبرج والاختلاط والحركات والإيماءات وكل هذه الأشياء وابني يعني كنت أصبحت أم حينها وابني ذو العام أو العام ونصف يعني هكذا يعني في هذه السنوات أمامي يعني بقربي يشاهد وأنا أشاهد معه يعني أنا التي أشاهد وهو يشاهد معي والله العظيم يعني سبحان الله كأن صفعة جاءت يعني كأن شخص صفعني وقلت مع نفسي وأنا الحمد لله يعني لم أكن بعيدة كل ذلك البعد يعني كنت ضالة نعم لا أنكر لا أبرئ نفسي ولكن كان دائما هناك صوت داخلي يقول بأنك على خطأ وبأنك إذا مت يعني على هذا فمصيرك النار والعياذ بالله فأنا جالسة يعني أشاهد تلك المشاهد والمناظر وأشاهد ابني يعني وأنا قلت في نفسي يعني كيف أنا أريد لهذا الابن أن يكون يعني صاحب خلق عظيم ويكون ذو تربية إسلامية سوية ويكون يعني لما لا يكون يعني عالم أو يعني شخصية مهمة في الإسلام يعني اللهم استعملنا ولا تستبدلنا دائما يعني أردد هذا الدعاء فقلت يعني أنا أكذب على نفسي يعني كيف أنا أشاهد مع ابني هذا وهو يعني سيربى وهو يشاهد مثل هذه الأشياء والنتيجة أريده أن يكون عظيما يعني هذا تنقض كبير ومنذ ذلك اليوم والله العظيم يعني قررت بيني وبين نفسي أنني لن أشاهد أبدا أي شيء بقربه وهذه كانت البداية يعني كأنني صعبت الأمر على نفسي لأنه بما أنه صغير فلايما هو معي يعني لا يتركني لحظة يعني بطريقة تلقائية وطبعا بمعونة من الله سبحانه وتعالى لم أعود أشاهد الأفلام والمستسلات لوجه الله أولا ثم لحفظ فطرة ابني ويعني قلت يعني مع نفسي يا رب اجعل هذا يعني هذا الترك لوجهك الكريم ولصلاح ابني فأتمنى يعني من الأمهات الذين يستهونون بمشاهدة هذه المستسلات وهذه الأشياء أمام أطفالهم وهم يعني يريدون أن يكونوا شيئا عظيما في المستقبل يعني أفيقوا وعلموا بأن والله ليس هذا الطريق الصحيح أبدا وهنا أقول للأباء والأمهات لا تستسلموا يعني ولا تحقروا من شأن جهودكم وتشبتكم على الحق فأنا سبحان الله يعني قلت يعني أنا كنت ضالة ولكن عندما أتذكر تربيتي وأن والدي رغم أنهما كان شخصان عاديان ولكنهما يعني سبحان الله لم يطبعا مع المنكر أبدا في حياتنا يعني لم أرى والدي نهائيا يشاهد فيلم أو مسلسل أو يعني من هذه الأشياء أمامنا نهائيا هو لم يكن يشاهد لا أمامنا ولا خلفنا ولكن يعني تطبيع هذه المشاهد وقبولها أمام أطفالكم والله العظيم كارثة كارثة والله وسبحان الله من النقاط الأخرى التي أريد أن أشدد عليها كذلك وهي زرع الاهتمام بقضايا المسلمين في نفوس الأطفال منذ الصغر يعني سبحان الله أنا أتذكر عندما كنت صغيرة أتذكر أحداث البوسنة والهرسك وأحداث فلسطين والانتفاضة ويعني والدي رحمه الله وجزاه الله عنه كل خير كان رغم أنه يعني لم يكن كما قلت لم يكن عالما ولم يكن يعرف بأمور الدين ولكن كانت فترته صحيحة وكان يعتبر أن الهوية الإسلامية هي الهوية الحقيقية التي يستحق الإنسان أن يعيش عليها ويموت عليها ويعني كان يعتبر أن أخوك المسلم الذي في البوسنة أو الذي في الصين أو الذي لا أعرف يعني أين أقرب إليك من أخيك الذي ولدتك أمك وهو ملحد أو علماني يعني مجرد تكرار هذه الأفكار على مسامع أطفالكم وتربيتهم وغرس هذا فيهم والله العظيم هو بدرة خير ستغرسونها وستجدون نتيجتها حتى لو ظل أطفالكم يعني عندما يكبرون سيعودون إلى الطريق لأن غرس العزة في نفس المسلم هو أفضل بكثير يعني أنا أنا شخصيا يعني الله أعلم هل أنا على حق أم لا ولكنني أظن بأن غرس العزة في نفس المسلم أفضل من أن يعني أنك تحفظ ابنك القرآن والأحاديث والمتون وفي نفس الوقت تغرس فيه الذل والهوان والاستسلام وبأن يعني أمر جاء الدولة المجاورة لا يهمني وأنا يعني شأني في نفسي ويعني سبحان الله هذه الأفكار خاطئة تماما أعتذر على الإطالة وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني كلامي مفهوما ويعني يصل لقلوب الأمهات والآباء والله يعني نحتاج كثيرا للحديث في هذه المسائل في مسألة تربية الأطفال وجزى الله خيرا عنا الأخ مصطفى وكل القائمين على القناة إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع وذائعه السلام عليكم ورحمة الله